بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته سؤال غريب معكوس لا منطقي يقول ما هو الدليل القاطع على عدم وجود الإمام المهدي يريد دليلا على العدم هذا موضوع فعلا موضوع عقلي وتعلق بالمنطق وبقوانين الإثبات تردون أن تثبتون شيء معين مال أو ولد أو أي شيء أنت بحاجة إلى دليل أما إذا واحد اتهمكم بشيء وأنكرتم ذلك القاضي لا يطالبكم بالدليل يقول البيينة على من ادعى وأحيانا بالقضاء يقولون المنكر عليه أن يقسم مثلا ولكن أساسا في قضايا فكرية خصوصا وقضايا دينية نحن بحاجة إلى الإثبات بالأدلة والبراهين أما إذا ما أدنا دليل دليل قاطع يورث الألم فلا يجوز لنا أن نؤمن بشيء حتى بالظن ما يجوز نؤمن به أحد الأخوة العزاء بعث لي هذه الرسالة يقول أستاذ ما هو الدليل القاطع بعد موجود المهدي يقصد به الثاني عشر طبعا محمد بن حسن عسكري كما قال الله سبحانه وتعالى هاتو برهانكم إن كنتم صادقين لي طالبني أن أجيب دليل يقول أنا إنسان أشك في كل شيء لم أصل إلى يقين تام والدليل القاطع إذا ما أصل ما وصلت إلى الدليل القاطع لا يمكنني أن أقف معه هذا جيد كل شيء معرض للشك وإن كان موجودا فما هو الدليل القاطع بعدم وجود المهدي هذا سؤال الأخ متناقض هو يقول أنا ما أؤمن بأي شيء وأشك به إلا أن أصل إلى اليقين التام والدليل القاطع وفي نفس الوقت يطالبنا لأن أأتي بدليل قاطع على وجود المهدي كثير من الناس كذا يسألون هذا السؤال الحقيقة بس الأخ شوية متقدم يعني هو هو يرفض هذا بس يطرح السؤال يبدو عليه فقلت له أخي العزيز لا تحتاج إلى دليل قاطع ولا غير قاطع على إثبات العدم فالعدم هو عدم وخلافه يحتاج إلى دليل إذا أنت تثبت شيء ما في دليل عليه لازم تجيب أدلة قاطع وكما يقولون في القضاء الدليل على المدعي البينة على المدعي وليس على المنكر والذين يدعون وجود ولد الحسن العسكري هم نفس يقولون ليس لدينا دليل تاريخي على ولادته وإنما نفترض وجوده افتراضا لازم نفترضه بناء على نظرية الإمامة اللي يؤمنون بها وأنها يجب أن تستمر إلى يوم القيامة وعندما رأينا الحسن العسكري يعلن عن عدم وجود ولد أو خلف له ويوصي بأمواله إلى أمه أمام القاضي الحسين بن أبي الشوارب في سمراء وعندما رأينا الحسن العسكري يقول أنا ما عندي أولاد ماذا قالوا يقولون قلنا بأنه يفعل ذلك تقية لأن قلبه وكلام الإمام العسكري ولكن هذا المنطق يخالف المنطق الديني والأقلائي والقانوني في كل العالم وقد أثبت التاريخ أكثر من ألف ومائة عام عدم صحته وعدم وجود ذلك الإنسان المفترض الموهوم وقد آن لشيعة الاثنى عشرية أن يعيد النظر فيه ويعيد النظر في نظرية الإمامة المثالية الخيالية التي لا تقوم على القرآن الكريم وإنما على أحاديث ظنية وتأويلات متعسفة لبعض الآيات وآن لهم أن يتحرروا من أساطير ما يسمى برجال الدين الذين يدعون أنهم نواب ذلك الإمام الغائب الذي ليس له وجود شوفوا شلون المنطق المعكوس أدى بنا إلى أوضاع مؤسفة جدا وفي الحقيقة لقد تحرر عامة الشيعة من أسطورة الإمامة والإمام الغائب وتخلوا عن شروطها التعجزية كالأسمى والنص من الله على الحكام وتبنوا النظام الديمقراطي كما في إيران والعراق اليوم والحمد لله وبقي أن يتخلصوا من سيطرة المراجع على الحياة والعملية السياسية الديمقراطية يعني إذا أحنا درسنا نظرية الإمامة نظرية الإمامة هي نظرية كلية بعدين نزلوها على الأئمة الأحد عشر أو الأفنى عشر هي نظرية تقول مثل ما الله بعثلنا أنبياء عبر التاريخ لا بد أن يبعث لنا حكاما إلى يوم القيامة وهؤلاء الحكام يجب أن يتمتعوا بصفة الأسمى والنص من الله ومن السلالة العلوية الحسينية الموسوية هذه النظرية هي أساسا ما إلى أساس يعني بالدين و عندما وصلت إلى طريق المسدود اخترعوا وجود ولد الثاني عشر للحسن عسكري رغم أنف الحسكري وقالوا أنه غائب وسوف يظهر في المستقبل بعد مليون سنة إلى يوم القيامة لا يظهر في المستقبل فعلق الأخ السائل مرة أخرى قال المسألة هكذا فعلا هكذا ولكن السؤال المحير لماذا العلماء لا يصرحون بذلك خشة من ماذا من عامة الناس لماذا لا نخشى الله سبحانه ونقول الحق للناس الناس هم الذين يحاسبوننا أم الله الواحد الأحد فإنني أعلم بأن هناك كثيرا من معتقدات حول المهدي وكل طائفة تعتقد بشيء ولكنني تركت أمر إلى الله سبحانه والمتكفل لعباد الله وأنا أتوكل على الله وأسير بطريق الأنبياء والأولياء والصالحين بالإنسانية والأخلاق والحب والاحترام وما شابه ذلك بارك الله بك يا أخ وطبعا هذا الموضوع كان مثير جدا لأنه أثار النقاش طويل جدا بالحقيقة أكثر من مائة واحد شارك في الحوار هذا وبعض الأخوة من مكاتب المراجع يبدو أحد الأخوة أبو معصوم السلطاني يبدو عليه رجل يعني دارس بالحوز لأنه مصطلحاته وكلامه وأدلته وكذا كلها مصطلحات حوزوية هم دخل على الخطوة وحاول يدافع عن فكرة وجود الإمام الغائب الموهوم أنا رح أقتطف بعض الحوار أمام هذا العالم المتغير الذي أصبح الوصول لأي معلومة بثواني هل يصبح الإنسان معذورا أن يبقى صمم بكمان علي وليد الأكرم يقول بمعنى أن المهدي هو فكرة سياسية لتخدير المجتمع بها أليس هكذا أستاذ فهنا يدخل الأخ أبو معصومة السلطاني يرد على الأخ علي يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وسلم يصدح بدكر المهدي عجل الله فرجه الشريف ليلة نهار ليلة نهار ما عنده شعور النبي إلا أن يصدح فيه أنه سأجيكم واحد سمهدي وأنت تقول بمعنى أن المهدي فكرة سياسية لتخدير المجتمع يستنكر هذا القول ويحاول يثبت الموضوع بشنو مو بأدلة تاريخية بأحاديث موضوعة ومفبركة ومختلقة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مننا وسلم من عنده من أخ أو معصومة ما جاءبه آله لأنه ناقل الحديث يبدو مدر من وين يقول المهدي مننا أهل البيت يصلحه الله في ليلة رواه أحمد وابن ماجه وصحاحه أحمد شاكر والألباني قال ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم أن يتوب الله عليه ويرفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك إذا سلمنا أن النبي قال بهذا الحديث المهدي مننا أهل البيت من أهل البيت؟ من الإمامية ولا من الزيدية؟ من الإسماعيلية ولا من المسوية؟ من الفتحية ولا من كذا الواقفية؟ خمسين واحدة دعوة المهدوية عبر التعليق فهذا الحديث هذا المنطق إثبات وجود إنسان اللي هو محمد بن حسن العسكري رغم أنفي أبيه وأهل بيته الذين لم فوه ولم يعرفوه نسبته بفتحديث غامض شوف شلون منطق بالحوزة هذا رجل حوزوي بس يفكت منطق عجيب غريب منطق لا علمي يقولون حوزة علمية حوزة لا علمية هذه حوزة خرافية حديث غامض طاير يابس إنا يؤمنون به طيب إحنا نتحدث عن محمد بن حسن العسكري هذا الحديث شون ينتج يولد هذا الإنسان يجاوب الأخ وقال اسمه قوة الكلمة يقول ليس المهدي الغائب هذا الحديث ما ينتج هذا الشيء فيقول لأي مهدي تقصد غيره عن أم سلم بعد مصر الأخ أبو معصومة يجيب لأحاديث أخرى عن أم سلم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من أترتي من ولد فاطمة طيب زين مو من الكيسانية يعني هذا سوى مقابل الكيسانية اللي كان يعتقدون محمد بن حنفية هو المهدي أو أبو هاشم ابنه عبد الله هو المهدي لا مو هذا ولا المهدي العباسي ولا المهدي الزيدي هذا المهدي من أترتي من ولدي فاطمة رواه أبو داود خلص بعد ما دام رواه أبو داود بعد ما يحتاجح الناقش به وابن ماجا وصحاحه قال الحديث صحيح طيب يا أخي العزيز يا رواه محصومة إشلون هذا ينتج محمد بن حسن العسكري المهم ننتقل إلى ترجمة نانسي قنقر